السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إخواني وأخواتي مشاهدي ومشاهدات قناة مكافح الشبهات وأهلا وسهلا بحضرتكم مع حلقة جديدة لكشف أكاذيب خالد منتصر حول الإسلام العظيم قبل ما نبدأ جماعة لازم نقدم اعتذار واجب للدكتور خالد منتصر عن اللي حصل له يقال أن الدكتور خالد منتصر هذا الهمام كان رايح لمركز دراس الفيروسات عشان يخترع لنا علاج جديد الفيروس كورونا عشان ينقذ البشرية طبعا منه زي ما خالد منتصر بيعمل دايما وبينقذنا من جميع الكوارث الكونية اللي فاتت لكن مع الأسف طلع له البخاري ومسلم وابن تيمية وحدفوه بالطوب ومنعوه من الذهاب وإنجاز هذا العمل البطولي العظيم والله المستعان وبعد ما اعتذرنا له وسفينا عليه خلونا بقى نبدأ حلقة النهاردة أولا جماعة الأول كده فاكرين قصة الكموج اللي عرض طال حضراتكم في حلقة النصرين المتنصر وحيد خلونا الأول أفكركم بالقصة وكمان عشان الناس اللي ما تعرفهاش تعرفها يحكى أن واحد من الناس الطيبين اللي هم زي خلد منتصر رحل الإمام أبي الحسن الإشبيلي وسأله ما هو الكموج فتعجب الإشبيلي وقال له أين قرأتها يا رجل فقال الرجل قرأتها في شعري أمرو القيس وليل كموج البحري أرخى سدوله طبعا كموج البحري مثل يعني معناها مثل موج البحر والكافل التشبيه فالراجل اللي مخه تعبه افتكر أن كموج دي دي كلمة على بعضها كده ورح يسأل عنها أبي الحسن الإشبيلي وقال له ما هو الكموج فالإشبيلي قال له الكموج دابة تقرأ ولا تفهم النهاردة هنتكلم عن خالد منتصر هذا الكموج الهباد المثقف طيب ما هي حكاية هذا الكموج الهباد المثقف خالد منتصر نشر على صفحته صورة للكعبة وبيقول هذا الحديث موجود في البخاري ومسلم هل من ينكره ويرفضه الآن بعد أن دخلت الكورونا إلى الأراضي المقدسة إنسان كافر ومرتد وفاسق ثم قال هذا الكموج المثقف روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال طبعا هو نشر منشور تاني وفيه اختباس لنفس الحديث وذكر لنا جزء من شرح ابن حجر العسقلاني من كتاب فتح الباري لهذا الحديث طبعا أنا جايب الصورة من صفحته الرسمية عرفت بقى أنا ليه قلت عنه كموج ولا لسه الحديث بيقول المدينة وهو وضع لنا صورة الكعبة فالأستاذ العلماني المتعلم المتنور الكموج المثقف خالد منتصر مش عارف أن الكعبة في مكة وليست في المدينة الكموج خالد منتصر قرأ الحديث بيقول المدينة بس عشان هو متعلم ومتنور ومثقف فهم أن الكعبة جوه المدينة عارفين احنا محتاجين اي دلوقتي محتاجين واحد رافضي يلطم على الخيبة اللي فيها خالد منتصر دي تشهد لك تشهد لك هاي الأكوف تشهد لك تكلمنا أيديهم تشهد لك يوم اللي تلطم على صدرك وحقك أنا صار سنين أواعد الناس أجلهم رح أثبت لكم بالدليل الطبي أن كل ضربة كف على صدر تقتل ثمانين كرية دم بيضاء حتى تقوي جهاز المناعة طبيا أو نجيب لطم بالكهرباء لأن لطم خالد منتصر لوحده كشخص غير متخصص في اللطم يعني مش هيكفي حجم هذه الفضيحة هذا أولا ثانيا لو فرضنا أن الكعبة في المدينة بالفعل فما علاقة هذا الحديث بفيروس كورونا أصلا الحديث بيقول الطاعون والطاعون المقصود في هذا الحديث مرض معروف عند العرب ومعروف عند أطباء المسلمين وعلمائهم أمام حضراتكم كتاب فتح الباري بشرح صريح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله معلش يا جماعة الكلام طويل بس محتاج أقرأ منه عشان الناس تعرف الموضوع الحافظ ابن حجر ذكر تعريفات العلماء للطاعون ثم قال وقال جماعة من الأطباء منهم أبو علي ابن سينة خلي بالكم يا جماعة ابن حجر جاب لنا كلام الأطباء يقول أبو علي ابن سينة والأطباء الطاعون مادة سمية تحدث ورما قتالا يحدث في المواضع الرخوة والمغاب من البدن وأغلب ما تكون تحت الإبط أو خلف الأذن أو عند الأرنبة قال وسببه دم ردي مائل إلى العفون والفساد يستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضو ويغير ما يليه ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة فيحدث القيئة والغثيان والغشية والخفقان وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع وأردأه ما يقع في الأعضاء الرئيسية والأسود منه قل من يسلم منه وأسلمه يعني أقله خطرا الأحمر ثم الأصفر والطواعين تكثر عند الوباء في البلاد الوبئة ومن ثم أطلق على الطاعون وباء وبالعكس كده هو خلص تعريف الطاعون ثم قال وأما الوباء فهو فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده قال قال ابن حجر قلت فهذا ما بلغنا من كلام أهل اللغة وأهل الفقه والأطباء في تعريفه ورجع تاني يتكلم عن الطاعون قال والحاصل أن حقيقته ورم ينشأ عنها يجان الدم أو انصباب الدم إلى عضو فيفسده وأن غير ذلك من الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء يسمى طاعونا بطريق المجاز لاشتراكه ما في عموم المرض به أو كثرة الموت والدليل على أن الطاعون يغير الوباء ما سيأتي في رابع أحاديث الباب أن الطاعون لا يدخل المدينة وقد سبق في حديث عائشة لما قالت قدمنا المدينة وهي عوبأ أرض الله وفيه قول بلال أخرجونا إلى أرض الوباء وما سبق في باب الجنائز من حديث أبي الأسود قدمت المدينة في خلافة عمر وهم يموتون موتا ذريعا وما سبق في حديث العرانيين في الطهارة أنه مستوخام المدينة وفي لفظ أنهم قالوا إنها أرض وبئة فكل ذلك يدل على أن الوباء كان موجودا بالمدينة وقد صرح الحديث الأول بأن الطاعون لا يدخلها فدل ذلك على أن الوباء غير الطاعون وأن من أطلق على كل وباء طاعون فبطريق المجاز معلش يا جماعة أنا قرأت كلام كتير عشان نوضح الفرق بين الطاعون والوباء طيب بناء على هذا الكلام هل فيروس كورونا طاعون أم وباء؟ وباء طبعا لأن كورونا ليس فيه هيجان أو انصباب الدم إلى عضو من أعضاء الجسد فيفسده وخلي بالك العلماء أحيانا يطلقون على الوباء اسم الطاعون من باب المجاز كما قال ابن حجر العسقلاني وأن من أطلق على كل وباء طاعون فبطريق المجاز وذلك لأنهما يتشابهان في بعض الأمور كما قال ابن حجر العسقلاني الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء يسمى طاعونا بطريق المجاز لاشتراكهما في عموم المرض به أو كثرة الموت نرجع الثاني ونكرر ونقول إن الحديث اللي بيعترض عليه خلد منتصر بيتكلم عن طاعون محدد معين معروف وليس عن كل الأوبئة أو الفيروسات بشكل عام وهذا الطاعون المقصود في الحديث لم يدخل المدينة أبدا حتى الآن بالفعل قال ابن حجر والحق أن المرادة بالطاعون في هذا الحديث المنفي دخوله المدينة الذي ينشع عن طعن الجن فيهيج بذلك الطعن الدم في البدن فيقتل خلي بالك قال فهذا لم يدخل المدينة قط بيقول إن الطاعون المذكور في هذا الحديث أنه لا يدخل المدينة فهذا لم يدخل المدينة أبدا طيب ما هو الكلام اللي قالوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حصل بالفعل فالمدينة المنورة حتى الآن لم يدخلها هذا الطاعون المقصود في الحديث يعني الحديث صحيح وكمان في دليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام ولذلك الآئمة الذين صنفوا كتبا في دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام يذكرون هذه الرواية في كتبهم زي الحفظ البيهقي ذكرها في كتاب دلائل النبوة ومما يدل على أن الطاعون المذكور لا يقصد به جميع الأوبئة أن المدينة وقع بها وباء في زمن الصحابة رضي الله عنهم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالفعل عن أبي الأسود قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا أبو الأسود هذا هو أبو الأسود الدؤلي الإمام الكبير المعروف من التابعين بيقولك أنه أتى المدينة وقد وقع بها مرض وكان الناس يموتون من هذا المرض موتا ذريعا طيب ما هو لو الوباء المذكور هنا هو نفسه الطاعون المذكور في الحديث اللي بينكره خالد منتصر كان على الأقل الإمام البخاري سيتنبه لهذا التناقض وما كانش أخرج لنا هذا الحديث في صحيحه وبما أن البخاري اعتمد الحديثين فهو يرى أنه ليس بينهما تناقض بالفعل فالبخاري وغيره من الأئمة الذين أوردوا هذين الحديثين في كتبهم كانوا فهمين كويس جدا أن الحديث الأول لا يتعارض مع الحديث الثاني لأن حديث أبي الأسود الدؤل يتحدث عن الوباء وحديث أبي هريرة اللي بيعترض عليه خالد منتصر يتحدث عن الطاعون فلا يوجد تعارض بين الحديثين أصلا هو أنا لو قلت أن هذه الغرفة محصنة ضد المرض الفلاني فهل هذا معناه أنها محصنة ضد جميع الأمراض حتى لو كان بينهم بعض التشابه ثالثا خالد منتصر لأنه باحث كبير وعملاق من عمليق الفهم والثقافة والاطلاع نقل لنا كلام من كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني يقول قال الحافظ في الفتح ووقع في بعض طرق حديث أبي هريرة المدينة ومكة محفوفة ثاني بالملائكة على كل نقب منهما ملك لا يدخلها الدجال ولا الطاعون يعني أنت يا خالد بتستدل بكلام ابن حجر العسقلاني؟ عارف يا خالد أنت لو قاصد تورط نفسك وتفضح نفسك يمكن ما كنتش أتعمل في نفسك اللي أنت عملته ده ركزوا معايا يا جماعة كويس هذا هو كتاب فتح الباري أمام حضراتكم على الشاشة وهذا هو الكلام الذي نقله خالد منتصر دي صفحة رقم 148 في نفس الصفحة من فوق ابن حجر بيقول فكان منع دخول الطاعون المدينة من خصائص المدينة ولوازم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها بالصحة وقال آخر هذا من المعجزات المحمدية لأن الأطباء من أولهم إلى آخرهم عجزوا أن يدفعوا الطاعون عن بلد بل عن قرية وقد امتنع الطاعون عن المدينة هذه الدهور الطويلة قلت وهو كلام صحيح طيب خلونا نجيب الصفحة اللي قبلها عشان نبدأ سياق الكلام صفحة 147 هتلاقي نفس النص اللي احنا قرأناه من شوية قال ابن حجر والحقه أن المرادة بالطاعون في هذا الحديث المنفي دخوله المدينة فهذا لم يدخل المدينة تقط يعني الكتاب اللي بينقل منه خالد منتصر بيقول له يا خالد يا بودمغ ألماض الطاعون ده مش هو نفس فيروس كورونا أنا والله مش بحب الكائن الرخو اللي هو فاخر نفسه أعلم أهل الأرض هو أصلا مش فاهم هو بيتكلم عن إيه نجي بقى لنوطة الاعتراض على الأحاديث بمجرد العقل وخصوصا لو العقل ده عقل ألماض زي عقل خالد منتصر كده بصوا يا جماعة في ناس ضعفاء العقول زي خالد منتصر مش بيقدر يفهم الكلام العربي المكتوب بشكل سهل وبسيط مريد يعني أيها بالضبط كده مريد في عاله ومريد في قلبه فلا يعي كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأنه أصلا متربس بالقرآن الكريم ومتربس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بيحاول يعمل زي اليهود اللي ربنا قال عنهم من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين خلي بالك بقى ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا فمن طلب الهدى هداه الله ومن أراد الضلال أو كله الله إلى نفسه فيسلك طريقة الضلال من أوسع الأبواب كل منشورته عبارة عن مغالطات منطقية وبغض شديد لكل ما هو إسلامي لتركة أني لاحظت أن بعد أتباعه على حسابه على تويتر يقول له أنت تحولت من مفكر إلى شخص ملأته الكراهية قال يعني هو الأول كان مفكر أصلا يعني أنا أصلا مش فاهم يعني مفكر يعني يعني شغلته أنه قاعد بس كده قاعد بيفكر يعني ولا إيه طيب ما إحنا كلنا بنفكر إيه الجديد يعني فين الإبداع هنا فين الزاتونة يعني مفكر دي بقت ردبة دلوقتي على القناوات الفضائية أهلا بكم مع المفكر فلان الفلاني أي واحد مش فاهم أي حاجة في الدين بيستضاف ويسموه المفكر فلان الفلاني وإنت أصلا لما تسمعه بيتكلم تقول ده كائن غير مفكر أصلا على الإطلاق إزاي ده مفكر هو بيعتقد أن الكعبة في المدينة بيفكر في إيه ده ده أصلا محتاج يتعالج الأول وبعد كده يجيلنا هو لو استخدم عقله بربع جنيه بربع جنيه بس كده ما كانش هيغلط الغلطة الشنيعة دي فالاعتراض على أي نص دون النظر فيه وتأمله مصيبة كبيرة وده يخليك تنكر أمور معلومة من العقل بالضرورة فضلا عن المعلوم من الدين بالضرورة فيقوم الباشا داخل ينطح النص بدماغه اللي هي زي الألماظ دي ويقولك النص ده مش صحيح كده من غير لقيحم ولا دستور ما صحش كده خلوه مش أي واحد عنده تسلخات في عقله يدخل ينطح في النصوص بالشكل ده لازم الأول تعمل إزالة للتسلخات دي من عقلك وبعد كده تقعد وتتعلم من الأول وجديد والتعليم والله مش عيب يلي تحرمتوا من التعليم الفرصة لسه قدامكم من غير ما تدفع ولا مليم أبو عمر ناوي يعلمكم أوعد أول أنا كبرت في السن وبعد ما شاب وخاب وده الكتاب التعليم وعمره ما كان بالسن أبدا رابعا خلق منتصر لأنه من نوع المفكرين الكاموج ترك شرح النبي صلى الله عليه وسلم للطاعون المقصود واعتبر أن الطاعون المقصود هو نفسه فيروس كورونا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفنى أمتي إلا بالطاعن والطاعون فسألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هذا الطاعن قد عرفناه يعني الشهادة في سبيل الله فما الطاعون؟ قال غدة كغدة البعير أفكركم تاني بتعريف الأطباء للطاعون قال ابن سينة والأطباء الطاعون مادة سمية تحدث ورما قتالا يحدث في المواضع الرخوة والمغابن من البدن وأغلب ما تكون تحت الإبط أو خلف الأذن أو عند الأرنبة يعني الطاعون مرض يظهر في جسد الإنسان في المناطق الرقيقة على هيئة ورم تحت الإبط أو خلف الأذن أو عند الأرنبة طيب هل كورونا أو كوفيد ناينتين بيظهر على هيئة ورم؟ طبعا لا ده فيروس بيصيب الجهاز التنفسي للإنسان ولا يخرج مثلها غدة البعير والإبل يبقى حديث الطاعون اللي بيعترض عليه خالد منتصر هذا لا يتحدث عن فيروس كورونا أبدا ده طاعون وده وباء خامسا المؤسف أن صحيفة نيوزويك نشرت مقال يشيد فيه المؤلف بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالأخذ بجميع أسباب النظافة والحجر الصحي ويطلع لك واحد زي خالد منتصر يطعن في هذه الأحاديث ويستهزئ بها لكن الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين هم العدو فاحذرهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا مش عايز تقول على حضراتكم أكثر من كده لكن الهدف بس أننا نبين أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة لا يمكن أن تتعارض في حقيقتها مع بعضها البعض ولا يمكن أن تتعارض مع القرآن الكريم ولا يمكن أن تتعارض مع العقل الصحيح السليم أبدا لو حضرك مهتم بالرد على الشبهات ممكن تشترك في هذه القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك إشعار بكل حلقتنا الجديدة وتقدر تشترك في الصفحة الرسمية على فيسبوك والحساب الرسمي على تويتر وقناتنا على التليجرام عن طريق الروابط الموجودة تحت هذه الحلقة هذا وبالله التوفيق والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته